ازاي انت شايف ان الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية بتقدم خدمة لمختلف الفئات كل الناس من وهي موجودة في محافظتها مش محتاجة تتنقل وحتشوف حاجة تبسطها وتحسسها بالترفيه والمتحة بداية كل سنة واتوا طيبين كل المصريين بخير يا رب وسعادة والحقيقة انه انا موجب باسم لالي مصر مبدئيا لانه فيه مبدئيا كده الاسم يعني بيعكس الهوية المصرية والاسم معبر جدا بالاضافة الى انه لالي مصر هنا اعرى انه شامل انه مش بتتكلم على منطقة معينة او محافظة معينة لا اللالي لكل محافظات مصر والحقيقة ان الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية بتواصل دعمها لفكرة نشر الوعي والثقافة والفنون في المجتمع المصري وهي لعبة دور رائد جدا في هذه النقطة خصوصا انه المجالات اللي الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية بتقدم خدماتها فيها بقت متنوعة بداية من الدراما مرورا بالسينما وصولا الى الموسيقى وانا يمكن منحز اكتر لفكرة الحفلات الموسيقية والموسيقى بشكل خاص لانه احنا عدنا سنين طويلة جدا بعيد عن الاهتمام الحقيقي من خلال كيانات كبرى بالحفلات الموسيقية زمان كنا متعودين بنشوف ليالي التلفزيون وحفلات الربيع وتوقفت منذ سنوات طويلة جدا وكنت بقول دايما انه احنا بنفتقد لوجود مهرجان فني او مهرجان موسيقي كبير ولكن ده تحقق ان الشركة المتحدة السنة اللي فاتت عملت مهرجان العالمين وكان مهرجان ضخم جدا ويعتبر من اضخم المهرجانات الموسيقية اللي تعملت في المنطقة دلوقتي بنعمل ليالي مصر وليالي مصر يمكن هو مهرجان موسيقي مختلف عن الشحل التقليدي لفكرة المهرجان اللي بيقام في مكان واحد او مدينة واحدة ده مجموعة حفلات بتغطي اغلب المحافظات المصرية وفيه نقطة مهمة جدا تتعلق بفكرة انه يكون حفلات من دلتا لحد الصعيد لمدن الساحل يعني كل المحافظات المصرية دي نقطة مهمة جدا انه دايما كانت في مشكلة عندنا في اماكن اقامة الحفلات انه كان مركزة في القاهرة والوسكندرية والمدن الساحلية هي اللي بتنال الاهتمام الاجبر لكن دلوقتي الحفلات الموسيقية تحديدة متوصل كل المحافظات لك ان تتخيل انه في محافظات في الصعيد الناس بتبقى عندها شغف ورغبة شديدة جدا في ان يشوفوا مطرب او يحضروا حفلة ده ما كانش بيبقى متوفر في السنين فاتت فانك توصل للمتلقي في مكانه وفي محافظته ونجمه المفضل يبقى موجود هناك فجي رسالة عطاق المهمة جدا